اهلا ومرحبا بكم مرة اخرى اعزائي المشاهدين طاب يومكم بالخير الفيديو السابق كان بمثابة مقدمة لعرض بعض المعلومات العامة عن برنامج واللغة البرمجة Pure Data وقد قمت بعرض روابط التحميل الخاصة بذلك البرنامج ونظرا لانني اعمل بلغة برمجة اخرى في الوقت الحالي فلم الاحظ انه قد تم تطوير مكتبات Pure Data Extended ولكن لم يتم تطوير البرنامج نفسه منذ عام 2013 ونظرا لانني ما زلت اعمل اصدار من عام 2012 ولان التحديثات التي حدثت بعد ذلك كانت تحتوي على بعض القصور او ما يسمى باجز فلم اقوم بالتحديث وهنا في هذا الفيديو سوف نتعلم كيف نقوم بتحميل واعداد برنامج Pure Data Vanilla من الموقع الرئيسي لمجتمع Pure Data على شبكة الانترنت Pure Data Community نذهب الى متصفح الانترنت الخاص بنا ونقوم بكتابة Pure Data في خانة البحث وسنجد ان اول الاقتراحات المقدمة هي مجتمع Pure Data في الصفحة الرئيسية لهذا الموقع سوف نجد كافة المعلومات الخاصة بالبرنامج واللغة بالاضافة الى منتدى باللغة الانجليزية للتواصل مع الاخرين وتبادل الافكار والاراء والدعم الفني في الجانب الايمن من الصفحة سوف نجد نوعين من الاصطارات الخاصة بالبرنامج الاول وهو الاصدار الاخير الخاص بمخترع اللغة والبرنامج وتسمى Pure Data Vanilla والنسخة الثانية وهي نسخة قائمة على نسخة PD الموسع او Pure Data Extended ولكنها صممت ليتم استخدامها مع نظام التشغيل لينوكس بشكل عام ويحتوي هذا الاصدار على واجهة استخدام ومكتبات اخرى تستخدم بشكل خاص لأوركسترا الكمبيوتر المحمول تدعم شبكة تقنية خاصة لتقوم بدور قائد الأوركسترا او لاستخدامها في توصيل اجهزة الكمبيوتر ببعضها البعض في الفيديو التالي سوف نتعرف على كيفية تنصيب وتحميل نسخة Pure Data Vanilla لانظمة التشغيل الثلاثة Windows, Linux, Apple بالاضافة الى كيفية تحميل وتفعيل المكتبات الخارجية على تلك النسخة لكل نظام على حدة وذلك لان تلك الخطوات ليست بالهيينة او بالمصطلح الانجليزي User-Friendly يجب الاشارة الى ان جميع النسخ تعمل بشكل ممتاز ولكن نسخة Pure Data Vanilla هي الاكثر شعبية ويتم تطويرها باستمرار تحميل وتنصيب Pure Data على نظام التشغيل Windows نقوم بالضغط على الرابط لنرى جميع اصدارات انظمة التشغيل قم باختيار النسخة المناسبة لوحدة المعالجة المركزية الخاصة بك CPU اذا كانت 64-bit او 32-bit وقم بالتأكد انها الاصدار الاخير اما عن طريق الرقم المسلسل للنسخة او بمراجعة التاريخ قم بحفظ البرنامج في مكان تستطيع الوصول اليه لاحقاً قم بتنصيب البرنامج بالطريقة المعتادة لتنصيب البرامج على نظام التشغيل Windows كما يلي اضغط على التالي اوافق على شروط الاستخدام اختيار المحتوى الذي ترغب في تفعيله ويفضل بتركها كما هي اختيار جهة التحميل ويفضل ان تترك كما هي في ملف البرامج Program Files واذا كنت تفضل موقعاً اخر فقم بالضغط على Browse لاختيار جهة اخرى اضغط على التالي وسوف يقوم البرنامج بفك ضغط البرامج والمكتبات الخاصة واللازمة للتشغيل عند الانتهاء يمكنك ترك تفعيل اختيار النافذة الخاصة بالمعلومات عن البرنامج Redmi وبعد ذلك اضغط على الانتهاء ليتم فتح البرنامج بعد التحميل ستظهر لك نافذة Console والتي سوف نتعلم وظائفها في الدروس القادمة تحميل وتنصيب Pure Data على نظام التشغيل Linux برجاء الضغط على الرابط الموجود أسفل الفيديو ليفتح لك الأوامر الخاصة بتحميل البرنامج يتم تحميل البرنامج عن طريق Advanced Packing Tool أو ما يتم اختصارها إلى Upt وهي أداة الحزم المتقدمة لنظام DPM Linux قم بفتح Terminal وقم بنسخ الأكواد التالية كما يلي والتي تحتوي على Substitute User Do أو ما يتم اختصارها إلى Sudo وهنا يجب كتابة كلمة السر الخاصة بإدارة النظام حتى تتمكن من تحميل البرنامج من على السيرفر وتنصيبه على الجهازه بعد الانتهاء قم بكتابة PD على الترمينال لتقوم بفتح النافذة الرئيسية للبرنامج أو ما تسمى P-Council تحميل وتنصيب Pure Data على نظام التشغيل Mac قم باختيار النسخة المناسبة لوحدة المعالجة المركزية الخاصة بك 64-bit أو 32-bit ويوجد أيضا نسخ للأجهزة القديمة قم بحفظ البرنامج في مكان تستطيع الوصول إليه لاحقا بعد الانتهاء من تحميل الملف الخاص بنسخة نظام التشغيل الخاصة بك قم بفك ضغط الملف داخل ذلك الملف قم بصحب برنامج Pure Data إلى ملف البرامج الخاصة بك وذلك عن طريق Drag & Drop كما يلي في بعض الأحيان يحتاج نظام التشغيل Mac عند فتح برنامج Pure Data لأول مرة إلى تنصيب ملف Quartz إذا حدث ذلك سوف يرشدك البرنامج إلى صفحة التحميل بعد تحميل البرنامج قم بتنصيبه واتبع التعليمات حتى الانتهاء داخل ملف البرامج Applications قم بفتح البرنامج لتقوم بفتح النافذة الرئيسية Console على الشاشة تظهر قائمة المكتبات الخارجية التي سوف نحتاجها في هذه الدورة المكتبة الأولى وهي مكتبة Gem Graphics Environment for Multimedia أو مكتبة بيئة الرسومات للوسائط المتعددة Zixi وهي مكتبة وسعة تحتوي على مجموعة من المكتبات الخارجية الخاصة بPure Data IEM Leap مجموعة من المكتبات التي تم تطويرها في معهد الموسيقى الإلكترونية والصوتيات بالنمسا Gratz أينما كنت أدرس RTC Leap هي مكتبة للتأليف الموسيقي اللحظي والتي تحتوي على معظم الخوارزميات التي نحتاج إليها وقد قام بكتابتها أستاذ التأليف الموسيقي والموسيقى الإلكترونية بجامعة فيينا بروفيسور كارل هينز إسل FlatJui وهي مكتبة واجهة المستخدم الرسومية والتي تتيح استخدام بعض الأيكونات الجمالية التي نحتاجها فيما بعد Cyclone وهي مكتبة تحتوي على كائنات برنامج ولغة MaxMSP تحميل المكتبات في الواجهة الرئيسية للبرنامج Console اضغط على قائمة المساعدة Help قم باختيار Find Externals من تلك القائمة وهي إضافة جديدة قامت بتسهيل إضافة المكتبات لم تكن بالطبع موجودة في النسخ السابقة قم بكتابة اسم كل مكتبة من المكتبات السابقة داخل خانة البحث وسفتجد أحدث الإصدارات أو الإصدارات السابقة لكل مكتبة من قائمة البرنامج الرئيسية اضغط على Preferences ثم قم باختيار Path ستظهر لك نافذة تحكم تستطيع من خلالها اختيار موضع حفظ ملفات العمل داخل القرص الصلب وأيضا موضع وجود المكتبات الخارجية كما تمكننا من اختيار المكتبات التي نريد أن يتم استخدامها عند فتح البرنامج في المرات القادمة دون الحاجة إلى نسخها داخل ملف المشروع في كل مرة بالضغط على New نقوم باختيار ملف المكتبات من موضع تخزينها والتي سوف تمكننا من استخدامها كجزء من المشروع من قائمة البرنامج الرئيسية اضغط على Preferences مرة أخرى ثم قم باختيار Startup في تلك المرة وهنا سوف نقوم باختيار المكتبات السابق ذكرها إلى يتم تحميلها فورا عند كل مرة يتم فيها فتح البرنامج لا تنسوا عمل Subscribe للقناة وإذا أعجبكم الفيديو فلا تبخلوا علينا بالضغط على زر أعجبني وإذا أردتم متابعة الحلقات فور تحميلها برجاء الضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد شكرا وإلى اللقاء في الحلقة القادمة